ما يحدث أيضا من تفرات كبيرة في مختلف النشاط الرياضي يأكد على أن الأهلي ماشي في هذا الطريق جزء من هذه الألعاب كرة السلة الأهلي عنده الموسم الماضي حصاد كامل في بطولات كرة السلة كل بطولات الموسم أخدها الأهلي وإن شاء الله تعالى الموسم الجديد يسير في نفس الطريق في مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة حدثت بعض المناوشات العنيفة بين الجماهير مع المدربين استدبعت طرد أجستي بوش المدرب الأهلي وأحمد مرعي مدرب الزمالك خرج الأستاذ مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة في قناة صدى البلد مع الزميل هاني حتحوت يتحدث عن خطأ الاتنين إيه اللي حصل من بوش واللي حصل من مرعي في رأي رئيس الاتحاد اللي استبق التحيئات نشوف للأهلي 30 ولزا مالك 20 الأهلي اللي بدأ والحكام ويحط له بروحه للجهاز الفني الأهلي بلاش تيما مرة التانية بعد كده زمالك بدأ يشتم يعني الأهلي هو السلة في التجارز قد يكون أنه هو اللي خلى جمعيج الزمالك تشتم تمام جمعيج الزمالك تشتم عقوبة لكن اللي بدأ لازم بيبقى قفته أكبر شوي ده تبقى للائحة موضوعة بالفعل؟ اه تمام مفهوم طيب أجوستي ليه تم تحويله للتحقيق كابتن مجدي؟ تجاوزه مع المرائب في الكلام بالإضافة أنه هو شتم الجماهير وهو خارج من الصالة طيب الكابتن مارعي هل في أي حاجة تخصه في مباراة الأمس؟ لا لا لو أخذت هذا أجوزه الفاول قلعها بقى الصالة الملتزم خلاص المتحد الموضوع لم يكن ليس اي تقرير عليه من الحكام ولا من المجايم تمام ما فيش اي تقرير عليه وهنا مربط الفرس الكلب عشب تابف عليكم ما تجبلنا اللقطة طيب يعني ما شفتوش شريط المباراة عايزين تستعمان يا هارم 100 مرة كل واحد فيهم بيستعمان تعال نشوف ما عملش حضراتكم هو شوح ومش بصوا بقى وشاتم ورجع لسه اه وطف وخارم لو رجع التاني طيب قول لي بقى لا اهي استنى مش وقت وتاني اهو وشاتم وبسق اه يعني المدرم يعني الكل بيشتم ويبسق ورئيس التحدي لا اهو ما عملش حاجة اهو خد يعني الطاولة بتاعة الحكام شايفة والمرائبين شايفين يا مجد بيه يا مجد بيه والله بس يتعبوا نفسكو ما تاخدوش ما تقولش تأريل ما فيهوش لو تأريل ما فيهوش يبقى فيه حاجة غلط يبقى المرائبين والحكام هم اللي عندهم المشكلة الله يبقى فيه حاجة غلط لان انت لما تشوف ويقول لك شاتم اهو اهو تدي من الاول ها لدرجة ان العيبة ماشية وراها خايفين يعني ده اللي احنا وحدة المعايير مش اكتر بدأت بالتشويح اه والتشويحة دي مقبولة يعني الاوجست بوش عمل ايه اكتر من كده ثم الراجل بمنتهى الخطأ انه بيبسق يعني وخرج هو الفرق لا ده بعده رجع ده بعد ما بسق رجع لا الفرق بس الجمهور بتاعه هتفلوا فاشاول لهم اه طيب ده اللي حصل من الكابتن احمد مرع اللي حصل والماتش اللي قابليه شتم بلعيب يعني تعالي بقى نشوف اوجست اوجست بوش عمل ايه نفس خال تكنيكا الفاول اه ادي البداية بقولهم معقولة كده يعني هن راح للتربية بقولهم وانزان بايه قالوا له الجمهور من هنا انت بتديني تكني الفاول ليه قال له الجمهور اه قال له الله وانا ما المهم ان هو يتدايق الراجل من اللي حصل منه الجمهور فيعقبوه يقولك هالسوشات من الجمهور وهو يعني على الاقل وبعدين طردوا اه فارجع له بينقشوا انا اللي شفت وانت اللي قلت ماشي اطلع بره ماشي خد بعضه وماشي بقى اللي تقالك قسو عمل بايده اشارة وبصوا بقى شوات الكدبين اللي كانوا نصبين السلخانة على الراجل عشان الوطع اتفضلوا فين بقى اهونا الطردت عشان كومنتو وخد بعضه وماشي قالك شوح بايده وعمل اشارة خادشة معرفش جابوها منين لأ عاديين فصاروا التلكيك اه انت التفة ما شفتش اه لكن دي اعتبرته انا ما قلش ان اللي عمله المدربين ده صح انما هو يجوز مش عارفين الليحة بتقول ايه لو قتت شرحت صح كان حيبقى فيه مسؤول يهد الجماهير فاهم قصدي لكن هو فوق ان عليه تكنيكا الفار رايح بيستبصر فوق انه مش عليه ده على الجمهور وصلنا الى صفرة النهاية العدل العدل ده المطلوب